أدوات الربط بين الجمل كلمات مكررة اثنان درسنا سابقاً أن أدوات الربط بين الجمل قد تكون خروفاً أو أسماء ومن الأسماء درسنا أسماء الإشارة والضمائر واليوم سيكون درسنا عن أدوات الربط المكررة لنسترجى قليلاً مما درسناه سابقاً أدوات الربط بين الجمل هي الحروف مثل حروف العطف الواو الفاء ثم أو بل حروف الجر من إلى عن على الباء الأسماء مثل أسماء الإشارة هذا هذه تلك هؤلاء الأسماء الموصولة الذي التي الذين من ما الضمائر مثل أنا أنت هو أدوات ربط مكررة نحو لذلك بيد أن ما عدا إذن لنتابع حيث توقفنا أدوات الربط المكررة لها عدة أقسام أولاً أدوات الإضافة وتستخدم إذا كانت الجملة الثانية تضيف فكرة جديدة أخرى للفكرة الأولى ومنها علاوة على بالإضافة إلى ذلك إلى جانب إضافة إلى أيضاً كما أن فضلاً عن وتستخدم في الجمل كقولي أحضر معك مستلزمات الرحلة إلى جانب أدوات الصيد ولا تنسى القبعات أيضاً النوع الثاني هو الأدوات الدالة على مخالفة الواقع وتستخدم إذا كانت الجملة الثانية تخالف معناً من معاني الجملة الأولى ومنها بيد أن إلا أن غير أن على الرغم من ورغم أن مع أن متأكد من كونكم تستغربون أدات بيد أن وأنها ربما تكون أول مرة تسمعون فيها هذا اللفظ لذلك سأضعها لكم في جملة دعوني أفكر بواحدة حسناً محمد ذكي بيد أنه لا يبذل جهداً أعتقد أنها أصبحت أكثر وضوحاً الآن أما الأدوات الفجائية فتستخدم مع الأحداث التي تحصل فجأة وهي إذا إذ فإذا وإذا فجأة دخلت القاعة وإذ بالمدرس بدأ الدرس لدينا أيضاً أدوات التفصيل التي تشمل لفظين فقط وهما أما وإما أما هي حرف شرط تفيد التفصيل والتوكيد ولا يتبعها أي فعل بل يتبعها اسم فقط والفاء الرابطة في الجملة التي تليها بالطبع تتساءلون أي فاء حسناً دعوني أوضح لكم الأمر في قولنا أما المؤمن فله الجنة فإن الفاء المتصلة به له هي التي تدعى الفاء الرابطة أما بالنسبة لإما فهي أداة التخيير والتشكيك والإبهام وهي غير عاملة أي لا تؤثر على الكلمات التي بعدها كقول إما أنك تتظاهر بالمرض وإما أن تكون مريضاً حقيقة لدينا أيضاً ما عدا باستثناء إلا ما خلى وهي أدوات الاستثناء التي تستخدم عند استثناء حدث من الجملة الأولى مثل أحب الرياضة ما عدا الجري روابط التمثيل وتستخدم في التشبيه والتمثيل وعليه فإنها تشمل الأدوات مثلاً شبيه وكما نظير ذلك ومنه نحو فعلى سبيل المثال ومن ذلك نحو قول للقصة القصيرة عناصر هامة جداً ومنها الحبكة أما بشأن روابط الترتيب فهي كالتالي أولاً ثانياً نبتدئ به نختتم به ومن ثم وهي تستخدم بالطبع لترتيب الجمل حسب الأحداث التي تصفها على سبيل المثال علينا أولاً أن نشتهد في البحث عن السبب ومن ثم نتصرف بقي لدينا لا بد التي تدل على الضرورة أو الاضطرار لفعل أمر ما وتفسر بيجب أو ينبغي مثل لا بد لي أن أهتم بالعلم كي أصبح ناجحاً وأخيراً هناك فقط و فحسب كقول امنحني خمس دقائق فقط وسأعود حالاً آمل أن تكونوا قد استفدتم وتذكروا أنه ليس من الكافي كونكم قد تعلمتم هذه الأدوات فحسب وإنما عليكم أيضاً أن تطبقوها بالشكل الصحيح وأن تستخدموها في جمالكم اليومية كذلك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر